اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مع معالي سيدة أماندا ميلينغ وزيرة الدولة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية والتنمية والكومنولث بالمملكة المتحدة بمناسبة زيارتها لمملكة البحرين وفي بداية الاجتماع رحب وزير الخارجية بمعالي سيدة أماندا ميلينغ معربا عن الشكر والتقدير لجهودها البناء في إنجاح الاجتماع الرابع عشر لفريق العمل الوزري البحريني البريطاني والذي عقد في لندن الشهر الماضي منويها بما يشهده التعاون الثنائي من تطور ملموس في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة وأعرب الزياني عن تقدير مملكة البحرين لإعلان حكومة المملكة المتحدة عن عزمها تدشي نظام تصريح السفر الإلكتروني الجديد اعتبارا من بداية العام المقبل 2023 والذي يشمل الإعفاء الكامل لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من التأشيرة منوها بالتوقيع على إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين ما يعكس الرغبة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين لخدمة المصالح المشتركة من جانبها أعربت الوزير البريطانية عن سعادتها بزيارة مملكة البحرين مشيدة بما يربط بين البلدين والشعبين الصديقين من علاقات وثيقة ومتميزة وتعاون مشترك في مختلف المجالات